ينشغل كما يعرف الجميع ينشغل العالم بوباء كورونا البشرية منشغلة تماما في هذا الوباء وهي تتابع يوميا انتشاره وعدد المصابين والمتوفين والأضرار التي تلحق بالاقتصاد وغير الاقتصاد كما وان الناس تتابع طبيعة تعاطي للسلطات في العالم المسؤولة بشكل اساسي عن هذا الامر وغيره وكيفية تعاطي هذه السلطات هنا لا شك ان هذا الوباء بات طاعونا يلحق الأذى الكبير بالعالم بالبشرية بأرواحها وممتلكاتها واقتصادها وسيؤثر مما لا شك فيه على كثير من جوانب الحياة بعد نهاية هذا الوباء وسيكون على كل طاولة وكل بحث إن كان سياسي وإن كان طبي وإن كان اقتصادي وإن 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 نسجل هنا حتى لا ننسى وحتى نعرف كيف نتعاطى ويتعاطى الناس مع الحقائق المؤلمة أن هذا الوباء يتحمل المسؤولية الكبرى فيه القيمون على الشعوب وأقصد بالقيمين الحكام بداية حيث انتشر في الصين السلطة الصينية تتحمل مسؤولية كبرى ليس فقط أمام الشعب الصيني بل أمام العالم بأجمع السلطة هناك لا شك أنها كانت لها اهتمامات وأولويات سابقة على اهتمامها بحياة الناس وبأخطار هذا الوباء وحاولت بطريقة مأساوية أن تواجه هذا الأمر بكثير من الخفة أو الاستخفاف بحياة الناس وبالأخطار التي يمكن أن تحدق بالبشرية حتى اليوم هناك حقيقة دون مراوغة علامات استفهام كبيرة جدا حول كيفية تعاطي السلطات الصينية في الماضي وحتى في الحاضر لو أن سلطات الصينية من أول يوم تعاطت بشفافية بتعاون مع الدول الأخرى بتقدير كانت الأمور لن تخرج بهذه الطريقة عن السيطرة على أي حال ثم الشيء الغريب الآخر يتحمل ترامب رئيس الجمهورية الأمريكية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية كبرى أثبت هذا الرجل أنه بعيد كل البعد عن ضمير المسئولية تصرف برعونة تصرف بعقلية المستثمر بكل شيء هو يريد أن يستثمر بدماء الناس بأوجاعها بآلامها المهم أن يفوز هو فقط وأتصور لست وحدي من يعتقد أن ما يجري اليوم الكارثة التي تحل بالولايات المتحدة الأمريكية المفترض هي مؤهلة بإمكانياتها وقدراتها أن تكون موضع مسئولية في هكذا أزمات دولية يعني أن تمد يدها لكثير من المناطق الموجوءة في العالم لا أن تتحول إلى منطقة تحتاج إلى من يمد يده إليها أنتم تعرفون كما من تابع هذه الأمور في الأيام السابقة أنه كان يستخف ويتعاطى مع الأمور بطريقة جدا سخيفة ويعتبر كل هذه الأحداث ما هي إلا استثمارات لموضوع الانتخابات القادمة من هنا أهمل تعاطى بلا مسئولية أكثر من هذا يتبين أنه في الأخير هو حتى يوحي للأمريكيين أنه هو قدم وضع الاقتصادي بطريقة أفضل مما فعل غيره ألغى ألغى المؤسسة التي تعني بدراسة الأوبئة ومعالجتها واستعداد لها وألغى ميزانيتها حينما جاءت كورونا إلى أمريكا المؤسسة المخصصة لأن تقوم بهذه المهمة كانت غير موجودة بداعي أننا لا داعي لها في أمريكا وأننا نريد أن نخفف أعباء مالية حتى نعطي انطباع للأمريكيين أننا في وضع اقتصادي أفضل في ظل سلطة ترامب أقدم هذه الأمور حتى يكتشف أو يرى كل إنسان كيف تطعاطى الحكومات والأنظمة أوروبا أيضا طعاطت بكثير من اللامبالات بل أكثر من ذلك أكثر من ذلك لأول مرة نسمع بسياسة مناعة القطيع سياسة مناعة القطيع سياسة مرعبة تماما سياسة مناعة القطيع يعني عمليان تعريض الشعب كل الشعب للوباء يسقط من يسقط منهم وبالتالي البقية يصبح لديهم مناعة من الوباء معنى هذا التضحية بأعداد كبيرة يعني حينما يقول لبريطان أنه مثلا ستين أو سبعين بالمئة من البريطانيين سوف يتعرضون للوباء والبقية يصبح جزء من حالة المناعة الموجودة ستين أو سبعين بالمئة يعني هم يضحون بين المليون والمليونين بريطاني للمقبرة هذه هي مناعة القطيع طبعا بالمناسبة نكت طريفة أن أوروبا مثلا وغير أوروبا من الدول التي معدل وسط لديهم مرتفع معدل وسط أعمار الناس مرتفع عندهم طبقة من العاطلين عن العمال أو كل المتقاعدين وكبار السن الذين لا ينتجون ليس فقط هم غير منتجين أيضا هم عالة على المجتمع وعالة على المستشفيات وكلفة خدمتهم عالية جدا في هذه البلاد وكثير من هذه البلاد تحتاج إلى أن تستورد يد عاملة حتى تستطيع أن تنهض بخدمة هؤلاء وما شبه ذلك يمكن يمكن ولنا الحق أن نقول أن لعل البعض أعتبر أن هذه فرصة خاصة وأن الوباء يقتل كبار السن والمرضى بشكل أساسي وقليلا ما يعرض حياة الباقين لخطر أنه بهذا الوباء نرجع ولو لفترة قصيرة بعض الشعوب العجوزة التي تطغى عليها الأعمار الكبيرة نرجع لها بعض من شبابها ونخفف الكلفة بموت لا بأس به من كبار السن عقلية مرعبة حينما أنت تغلب الربح والمال على حياة الناس هذا العجوز الذي قدم لبلده هذا العجوز الذي خدم هذا العجوز الذي هو اليوم بحاجة لعناية خاصة وإذ به يصبح أيضا مادة دسمة للاستثمار الاستثمار عن طريق تعريضه للوباء على كل حال ذكرت هذا حتى هذا يدرك الناس كل الناس حينما يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتحدثون عن العدالة ويتحدثون عن حرية الرأي وإلى النهاية هذا للتعمية هذا كله في الحقيقة ليس موجود الموجود هو التكالب المتوحش الغير محدود والخطر جدا لدى هؤلاء هؤلاء يتنافسون حتى على جثث الموتى حتى على أنفاس العجزة على كل حال أيضا في العالم العربي والإسلامي للأسف الشديد المحنة أعظم هناك ربما وسائل الإعلام بعض الأحزاب بعض الفئات ربما ترى مكسب لها أن تفضح السلطة أن تسلط الأضواء على عيوب السلطة تحاول السلطة أن تراوغ بطريقة ما لتتهرب من الإدانة أما في عالمنا الأمر مختلف الحاكم في بلادنا إله بلا منازع لا يمكن أن يحاسب ولا يمكن أن يعاقب ولا يمكن أن تسلط الأضواء عليه يفعل ما يشاء مثلا حينما نتذكر النظام المصري نظام المصري أثبت خلال هذه السنوات أنه ليس فقط لا يحترم الإنسان ولا يحترم حياة الإنسان بل هو متخصص بالإساءة لحياة الإنسان متخصص بقتل الأبرياء اليوم الشعب المصري للحقيقة في محنة شديدة العالم ساكت تماما عن إهمال النظام لشعبه ويتحدث عن مئات المصابين ويتحدث عن عشرات المتوثين أو أقل أقل والكل يعلم أن كثير من بلاد الحالم انتقل الوباء من مصر إليها أما في سوريا فالأمر أمر في سوريا النظام عنده سياسة متبعة وهو وحلفائه ب سياسة تعتمد تخفيف عدد السكان سورية باختصار من خلال القتل أو التهجير ويفتخر النظام وحلفائه أن المعارضين للنظام بات عددهم في سوريا أقل بكثير من مكان قبل الحرب ولعل ولعلهم صاروا أقل من النصف نصف عدد السكان طبعا لا ننسى البرميل التي كانت ترمى على المدن على البرميل على المدينة وباء سموم كانت تطلق في سماء المدن لتقتل الأطفال والنساء والرجال والعجز والكذا اليوم هدية هدية الأنظمة في العالم العربي والإسلامي تعتبر كورونا الوباء هدية هدية أيام 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 نعمة أن جاء وباء يضرب الشعوب يعني أكيد أنا لا أبالع وأكيد هذه هي الحقيقة ليس فقط هدية بالنسبة لقضاء على الشعوب لا يعني مثلا في الجزائر كانت هناك مسيرات أسبوعية تدعو للإصلاح وتقف في وجه الفساد في السلطة اليوم السلطة الجزائرية هي في أحسن أعيادها الوباء فرض على الجزائريين أن لا يخرجوا ليطالبوا بحقوقهم وهذه نعمة بالنسبة للنظام والنظام يمكن أن يستخدمها حجة لملاحقة المعارضين إذا خرجوا والقضاء عليهم وفعلا المسيرات الجزائرية تأثرت بشكل أساسي في وباء كورونا في لبنان في لبنان كان الوباء نعمة على النظام نعمة كبيرة واستغلوا موضوع الوباء وهاجموا خيم المتظاهرين والثوار في بيروت وغير بيروت ويعتبروا أن هذا إنجاز واليوم الحديث عن الجوع وحديث عن تقصير الحكومات وعن الفساد في النظام اللبناني أو ما يجري في سوريا أو في العراق العراق لا ننسى العراق وثورة العراق والسلطة في العراق وأن الناس اليوم منشغلة بالوباء والسلطة تعتبر حالها كانت في موت واليوم هي تتنفس من جديد أمر للأسف للأسف يعني جدا قاتل هنا أمام هذه الحقيقة التي نراها أمام أمام حياة الإنسان في الدنيا حياة هذا الإنسان الذي يجب أن يعيش بكرامة ويعيش باحترام ويلقى العناية والرعاية والاهتمام هو أرخص ما يكون لدى أنظمة الدنيا كلها شرقا وغربا وفي كل مكان هنا ما أحوجنا ما أحوجنا لإعادة النظر بالقيم البشرية التي يجب أن تكون أعمدة الحياة أعمدة حكمة الحياة للأسف للأسف الأمم المتحدة تبنت فيما مضى قواعد اعتبروها أنها أعمدة الحكمة فيما يتعلق بحقوق البشر حقوقهم في الحياة حقوقهم في التنقل حقوقهم في الطبابة حقوقهم في التعبير وإلى النهاية لكنها تلك الحقوق سحقتها آلة المتوحشين في العالم اليوم الأمم المتحدة أتحفتنا بالأمس مجددا ببيان وبالمناسبة حتى هذا البيان المتهالك هناك بعض الدول حاولت أن تعطله أما مجلس الأمن إلى اليوم هو لم ينطق بالأمس يعني يوم الخميس الماضي بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاحترام الكامل لحقوق الإنسان كم سمعنا هذه كم مرة سمعنا هذه العبارة يتشدق بها جماعة الأمم المتحدة وجماعة حقوق الإنسان والدول الغربية وإلى النهاية نقطة ثانية تنديد بكل أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب تمييز العنصري وكره الأجانب أليست هي أعمدت بعض الأنظمة القائمة في العالم مثلا أليس ترامب هو من أن وصل إلى البيت الأبيض عبر هذه الشعارات عبر التمييز العنصري وكره الأجانب أليس هناك أحزاب تستحوذ على شرائح واسعة من التأييد شعارها التمييز أليس هذا الشعار هو يعتبر قديم ويعتبر من من قواعد تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الآمن هل تصدقون أننا سوف نصدقكم ثم أن الأمم المتحدة ستكون أو يجب أن تكون هي مركز أو محور موضوع الاهتمام بالصحة والاقتصاد الدوليين الأمم المتحدة التي باتت هي والجامعة العربية على حد سواء والمجلس التعاون الإسلامي أطر وعناوين لا قيمة لها أفرغها هؤلاء الساس المجرمون أفرغوا هذه المؤسسات من كل محتوى وباتت مجرد منابر لاستعراض مهاراتهم الخطابية حين الحاجة هذه ستكون مركز على كل حال أمام هذه الحقيقة كلها هناك هناك شرعة ثانية جدية وحقيقية حقيقية على الأمم أن تصيغ حياتها على ضوءها يقول القرآن الكريم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا طبعا هذه الآية صدق الله العلي العظيم هذه الآية نزلت بمناسبة الحديث عن قتل ابن آدم حينما يقول القرآن الكريم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين الآية كما نعرف أنها ترتبط بهذه الحادثة اليوم كل البشرية مليارات البشرية الحالية والسابقين هم من سلالة من سبقنا من آدم إلى يومنا هذا فلو أن آدم قتل قبل أن يتناسل لما بقي أحد لما ولد أحد لكانت البشرية كلها غير موجودة يعني قتل إنسان قتل للبشرية كلها أيضا إحياء إنسان إحياء للبشرية كلها هنا القرآن الكريم أبلغنا أن أي إنسان اليوم رغم أن أعداد البشرية الهائلة موجودة وقائمة أي إنسان اليوم يتعرض للقتل إنسان ليس إنسانا وكذا إنسان أبيض أو إنسان أسود إنسان مثلا من هذه البلاد أو من تلك البلاد الإنسان البشر البشر بشر أي إنسان أي إنسان إذا قتل كأنك قتلت الناس جميعا جريمة قيمتها حجمها بحجم قتل الناس جميعا اليوم إنسان مننا يقدم على قتل إنسان هذه الجريمة بحجم أنك أنت تقتل البشرية كل البشرية أيضا إذا أحييتها فكأنما أحييت الناس جميعا طبعا مش كل نفس يقول القرآن الكريم بغير نفس يعني افترض قاتل قتل قاتل قتل إنسان ارتكب جرم هذا لا يدخل تحت القاعدة أو فساد في الأرض طبعا نحن لسنا في صدد توسع في الآية الكريمة والتعرض لكثير من جوانبها فقط نحن نريد أن نحقق بهذه الشرعة الإنسان في القرآن الكريم في الإسلام الإنسان الواحد قيمته قيمة البشرية كل البشرية نقول اليوم مثلا سبع مليارات ونصف أو ثمان مليارات بشري قيمة الإنسان بقيمة هذه المليارات من هنا حينما الأمم والدول والمؤسسات تتبنى فكرة الإنسان أولا الإنسان أولا ليس الاقتصاد وليست السياسة وليست الهيمنة وليس 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 الإنسان أولا تتغير قواعد الحياة كلها هذا هو الإنسان طبعا بالمناسبة بين هلالين أحب أن أشير هذا هو الإسلام هذا هكذا يهتم الإسلام بالإنسان هذا في مقابل كل الدعاية والإعلام الذي يتحدث عن الإرهاب في الإسلام والإسلام احتل العالم بالسيب والإسلام ذبح والإسلام أباد ليس صحيحا أبدا أبدا وحتى يكون واضح نعم بين من ينتسب إلى الإسلام ويدعي أنه مسلم في كثير من المجرمين والقتل واللصوص والطامحين للسلطة بكل وسيلة يرتكبون جرائم كبرى لكن لا يعني هذا أن الإسلام كذلك لا يعني في كل الأمم تحت كل العنوين هناك من يرتكب ويخالف اليوم القوانين الدولية تنص بشكل واضح على الكثير من القيم لكن كثير من المؤسسات في الدنيا السياسية وغير السياسية هي لا تلتزم لا يعني هذا أن القوانين هي معيبة لا الإسلام صح وإن جاء زيد أو عمر ارتكب حماقة أو جنونا أو جرما أو عدوانا أو كذا سواء كان يدعي أنه مسلم أو لا فهو بريء الإسلام بريء منه القرآن بريء منه فلننظر إلى المسألة من هذه الزاوية الإسلام الحقيقي هو هذا هذا من هنا علينا أن ننظر إلى ما يجري في العالم على كل حال ومن هنا يمكن لنا أن نحاكم القتلة كل الأنظمة كل الأشخاص كل الساسة كل من له علاقة أو وساعد على نشر الوباء أو لم يقم بالمهمة المطلوبة منه وقصر في دفاع في حمايته للناس يتحمى المسؤولية في هذا القتل العام حينما نتحدث يوميا عن ألاف القتلة هؤلاء هم القتلة يعني الرئيس الصيني قاتل وترامب قاتل الحكام في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو في أي مكان في العالم العربي في الخليج في إيران قتل وهؤلاء كلهم قصروا قصروا جدا أخيرا طبعا الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية ما قصرت في فتح فتح الساحة اللبنانية وفتح بيوت اللبنانيين أمام الوباء ما يعانيه اللبنانيون اليوم لبنان مأساد لبنان لا يستطيع أن يتحمل لا اقتصاديا ولا صحيا هو مهمل هو ضائع هو متهالك ويأتيه وباء هو بدون وباء عمموت فكيف بوباء السلطة تتحمل مسؤولية كبيرة وهي عبثت مما لا شك فيه عبثت وكل ما يجري في لبنان يتتحمل السلطة وأحزاب السلطة والقيمين على السلطة يتحمل المسؤولية من باب النكات أن الزعماء الشيعة أو الزعماء السنة أو الزعماء المسيحيين لا يتحملون المسؤولية لأنه الوباء انتشر في هذه المنطقة المنتسبة إلى الطائفة الفلانية أكثر من المنطقة الأخرى ما أحقركم ما أحقركم على كل حال هنا الدولة اللبنانية مقصرة إلى الآن لم تقدم على الخطوة المناسبة يجب على الدولة أن تنجز مهمة أساسية هذه المهمة ويجبها تماما فعلا أن يكون في حجر كامل على البلد لحدود 14 يوم حجر كامل لا تترك الناس يموتوا جوعا في بيوتهم هذه مسؤولية اللي سرق البلد نهبتم البلد أنتم أصحاب المصارف وإلى النهاية هذه النفقات يجب أن تكون فيها الدولة يجب على المجلس النيابي أن يفرض ضريبة على بيوت المال على البنوك على الأغنياء ضريبة تجفي لمعالجة المأساة فضلا عن أن للناس حقوق هذا لا يجوز لكم أبدا لا يجوز كيف أنتم مسؤولين كيف تقولوا للناس ابقوا في بيوتكم والناس بحاجة أن تعيش حاجة أن تأكل خبز على الدولة أن تقوم بهذا وإذا قصرت تتحمل مسؤولية كاملة أمام الشعب أمر آخر نحن نتوسل إلى أنا أستغرب أن السلطة التي منحت وأعطت وسهلت سرقة الشعب والإستثمار الفاحش ونهب أموال الناس تستجدي من البنوك أن يعطوا بالمئة دولار والألف دولار لأصحاب الأموال المدخرة في البنوك نتوسل إليكم أموال المانح يتوسل لللص أن يرجع بعضا من فتاة المال لأصحاب المال على كل حال هذه الأربعمائة ألف ليرة التي قرأتها أكيد كل واحد منكم الآن فرح أنه سينهب من حساب الناس درويش أموالا ويوزعها على المحاسبين والأزلام والسفلة وحثالته ما شبه ذلك أكيد والشعب سوف ينعم بأن المحاسبين في هذه المحنة حصلوا بالتأكيد أنتوا في أيام العز تستغلون السلطة ومال السلطة وسلاح السلطة وسجون السلطة لخصومكم فكيف اليوم؟ أمر آخر وصل البرميل البترول ل 17 دولار يعني بترول الدول العربية ل 17 دولار أنتوا مشتقات البترول من بنزين وغير بنزين بعده في أعلى عليين مرتفع الأسعار أنا أسأل ببساطة من يأخذ هذه الزيادات المتفاقمة دي جاي بمن تصل هذه الزيادات لم تتحدث الدولة عادة الدولة إذا صعد البترول تصعد الأسعار في لبنان إذا نزل البترول تنزل الأسعار في لبنان هي ساكتة غائبة كأنها غافلة وتتمنى أن الشعب لم يدرك هذا منشغل بكورونا وهم ينهبون هذه الأموال أين ذهبت؟ نريد أن نسأل أموال البترول أين ذهبت؟ من أخذها؟ من نهبها؟ كيف؟ على الشعب أن يرفع صوته؟ ثم بالأخير نحن ظننا أن المغتربين يعني في حدا خايف عليهم وبدوا يلملمهم ويهتم فيهم تبين لا هي موضوع استثمار في حدا عم يستثمر في مصائب الناس وبلايا الناس أن الناس اليوم في أوضاع صعبة وهي تقطعت بها السبل في مطارات العالم وفي مدن العالم الآن مناسب أن نبتزها أي باتكن تجيبوا الناس على البلد اخدموهم مو تبتزوهم هذا الابتزاز اللعين الكريه ثم خاتمة الأحزان موضوع المحاصصة بحاكمية المصرف المركزي والرقابة على البنوك إلى النهاية يعني لصوص النظام سفلت النظام لم يعتبروا لم يتعرضوا لم يفهموا وأنا لست مستغربا أنا أعرف أن هؤلاء لن يتطعظوا بل بالعكس هؤلاء يحتاجوا إلى عقاب حتى العقاب عليهم لن يغير من حالهم شيء لكن إلى اليوم وأنتم تتنافسون على وضع اليد على البنك المركزي على المصارف تتنافسون على من وعلى ماذا؟ على الفلوس هذه عقلية المسيطرين على البلد اليوم والأنك من هيك باعتبار الوزارة ووزارة الصنف الواحد أو التيار الواحد أو الجهة الواحدة كل من يريد شيء يهدد إن لم تقبلوا بما أريد أنا أستقيل من الوزارة مبارح نبي بير يتهدد بالانسحاب من الوزارة واليوم الفرنجية يهدد بالانسحاب من الوزارة وطبعا الوزارة هي وقفة على كما يقولون بالمثل الشعبي عشوار لا لا ما تريده بخدمتك لا تنسحب وأنت بخدمتك لا تنسحب هذه الوزارة التي وعدت بها الناس أيها الوزير حسان أيها رئيس الوزارة هذه الوزارة الاختصاصية صاحبة الكفاءة والنزيهة التي لا تنتمي لأحد لا الوزارة السابقة كانت الأمور أهون شوية كان إذا حدا هدد بالانسحاب من الوزارة لا تخضع الوزارة بها السرعة وبهذا الخوف وبهذا الهلع نحن كما قلت سابقا نحن بأسوأ وضع في لبنان وأقول بصراحة وبيوضوح كورونا ستذهب كما ذهبت كل الأوبئة مع كل آلامها لكننا سنعود وسنحطم هذه الأصنام المجرمة وستعود الشعوب إلى ساحاتها سيعود اللبنانيون والعراقيون والجزائريون والسودانيون والمصريون والإيرانيون سيعودون نريد دولا تحترم الإنسان نريد حكاما عبيدا للضعفاء وللفقراء وللمرضى نريد حاكما مسؤولا هذه الأمور نسأل الله أن يمكننا من تحقيقها وأن نأخذكم إلى السجون وإلى المحاكم الشريفة والنظيفة والسلام عليكم ورحمة الله